أيضاً لعبنات الاتفاق لعبنات إيدة الشركية حضر من خلال إحداث هذه المواشاة صاحب الرقم 11 المنتخب السعودي في المرحلة القادمة في هذه المحاولة على يمين حارس المرمى عبد الرحمن فرصة لعناصر منتخب الفرنسي بالرأس لكن عبد الرحمن يتصدى للكرة الماضية عبد الرحمن سالم حاضر شوف اللعبة كانت موجودة القائمة الأول على طول ضربة بالرأس من قبل قائد المنتخب الفرنسي Mathias Satel صاحب الرقم 9 سادي عربية 1 سادي عربية 1 أقوم عنه حمل بذرها Al-Sambi Al-Jewel جيس لكي لا يمكنها تصل للمدارة رأي لحصل تأخذ ألاعي للس للفرنسي تأخذ الأمر منثلة إليها في عالم كرة القدم مع بطل الدوري عشان لها النسخة الأخيرة بنقل إلى أمام صبياني ممتاز أو برافو عبد الرحمن على الثقة الكبيرة جدا لعبد الرحمن تمريرا لناحية اليسرى بتجاب الشامات يخرج بالكرة لسعد النصر لكن حضورة في هذه المسابقة يستحوذ على الكرة ويهدد مرمى المنتخب السعودي وهذا أمر طبيعي لأنه على أرضه وبطولته وخاسر نتيجة المباراة عبد الرحمن يخرج ويتصدى للكرة الماضية عبد الرحمن سالم كل السلامة لعبد الرحمن سالم شوف الكرة مات يستل مات يستل مات يستلي لعب عرضية باتجاه يا مكران لو لا قدم الصبياني لو لا قدم مشعل علي لكانت الكرة باتجاه اللعب مكران في القرة الماضية وفرصة كانت المنتخب الفرنسي بأن يسجل هدف التعادل برافو مشعل برافو مشعل علي الصبيان الحامر من خلال هذا اللقاء برافو مشعل علي والعمل اللي يقوم به مشعل ويشكو الصلاة ليا الخط الخلفي ليا حارس المرمى عبد الرحمن عبد الرحمن سالم كرة الامام من عبد الرحمن منصم قادم مع النادي الاهلي في بطولة الدوري لعبد الرحمن لفائدة المنتخب الفرنسي تعتبر لأنه تراجع كبير للمنتخب السعودي العامل البدني العامل البدني العامل البدني لم يخدم لعب المنتخب السعودي في اللقطة الماضية شوف اللعبة لماتيس خطير ماتيس لعب الوحيد اللي يلعب خارج إطار الدوري الفرنسي في قائمة المدربة دوميدي منتخب الفرنسا لم يتمكن بتحقيق نتيجة عبد الرحمن في هذه الكرة في هذه الضربة للمنتخب الفرنسي يعاني عبد الرحمن يعاني عبد الرحمن يضيع الكرة من أمام بيار أمام بيار 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 يضيع هذه الركلة نعم وعبد الرحمن يتصدى عبد الرحمن يتصدى بشكل جميل ديكورت البديل ديكورت يلا يا عبد الرحمن ديكورت ديكورت يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جمالك يا عبد الرحمن يا روعتك على دور التصدي للركلة على دور التصدي للركلة واللي يعيد المنتخب السعودي من جديد إلى أجواء المباراة وبأن المنتخب السعودي لم يخسر نتيجة المباراة وبأن الحظ لم يكن حاضرا من خلاله هو إلياس اللعب إلياس إلياس صاحب الرقم 13 إلياس للركلة التي تعتبر تقريبا هي الركلة أخيرة ركلة ترجحية أخيرة يبدو لي المنتخب الفرنسي إلياس 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 على هذه الكرة إلياس إلياس الباك اليسار في قائمة المنتخب الفرنسي إلياس ضعت ضاعت 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 نعم ضاعت الركلة الماضية بطريقة جميلة جدا هي خارج أرضية الملعب لا في الشباك ولا في القائمين ولا العارضة الوفقية بل خارج أرضية الملعب حتى عبد الرحمن راح للكرة كرة إلياس الضائعة وهذه هي يخي لو تسمعوا حارس المرمى عبد الرحمن إيش يقول للعبين الأخضر السعودي يقول جيبها وأنا أجيب اللي بعدها جيب الكرة وأنا أجيب اللي بعدها جيب الكرة وأنا أجيب اللي بعدها عبد العزيز في هذه الكرة المنتخب السعودي يلا في ركلة جابها جابها صبياني جابها حسين صبياني جابها حسين صبياني وعبد الرحمن ليعطي لعبي دفع معنوية بأن يسدد ركلة ترجحية صحيحة وركلة للأخضر تكون حاضرة بطريقة جميلة جيبها وأنا جيب اللي بعدها يلا يا عبد الرحمن سالم عبد الرحمن سالم على هذه الركلات الترجحية دوميدي كل مباراة تحب تكون قريبة منها الأخضر يفاجأ ولعبي المنتخب السعودي يفاجوه لعبي المنتخب السعودي يفاجوه يلا عبد الرحمن في هذه الكرة قوميس واي قوميس قوميس أمام عبد الرحمن جيبها وأنا جيب اللي بعدها جيبها وأنا جيب اللي بعدها يجيبها عبد الرحمن يجيبها عبد الرحمن يجيبها ويعلن انتصار للمنتخب السعودي على حساب المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح مبروك للأخضر السعودي ومبروك لكرة القدم السعودية بهكذا حارس يعطي اللعبي دفع معنوية ويكون هو قد الكلام نعم هو عبد الرحمن سالم حارس النادي الاهلي وحارس المنتخب السعودي